الأزمة في اليمن ملف برز بقوة على طاولة مباحثات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ذلك خلال لقاء الجانبين في مكة المكرمة بن زايد استهل تصريحاته خلال اللقاء بالتأكيد على أن الإمارات والسعودية تقيفان في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة وأشاد ولي عهد أبو ظبي بدور التحالف العربي بقيادة السعودية منذ تشكيله في عام 2015 في التصدي لمحاولة اختطاف اليمن وفيما يخص الاشتباكات التي اندلعت في عدن طالب بن زايد الأطراف اليمنية المتنازعة بتغنيب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن معربا عن تقديره الكبير للحكمة التي أبدتها السعودية في التعامل مع الأزمة ونزعفة للفتنة وكانت الحكومة اليمنية اتهمت المجلس الانتقالي الجنوبي بالمسؤولية عن الأزمة التي شهدتها عدن مؤخرا قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار من جانبه قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عديروس الزبيدي إن المجلس مستعد للعمل مع قيادة التحالف العربي لإدارة الأزمة الحالية في عدن وتبعاتها كما أبدى استعداده لحضور اجتماع عاجل دعت إليه الرياض وذلك للتسوية الأزمة الراهنة والتزام وحداته بوقف إطلاق النار الذي دعت إليه قيادة التحالف ترجمة نانسي قنقر